السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنقدم اليوم تفسير فاكهة صيفية رائعة وهي المانجو فإن المانجو رؤيته تدل على الرزق والسرور الذي ينبعث لنفس صاحب الرؤية ودلال أيضا على تيسير في الأمور لصاحب الرؤية ورؤية أكل للمانجو في الحلم تدل على الخير وعلى زوال الهم والضيق ودليل أيضا على وصول أخبار سعيدة لصاحب الرؤية والذي يرى حبات المانجو في الحلم خضراء فإن رؤيته دلال على الوقار والحكمة في كل تصرفاته وتدل أيضا على قرب الفرج لصاحب الرؤية أما الذي يرى أن الحبات المانجو في الحلم سفراء فإن رؤيتها دليل على صرور واطمئنان وعلى فرح وسعادة والذي يرى المانجو على الشجر فإن رؤيته دلال على صرور وفرحة تنبعث في نفس صاحب الرؤية وأنه سيسمع أخبار مفرحة وأيضا دليل على شهرة له والصيرة الطيبة لصاحب هذه الرؤية وأما من كان راغب في الصفر ويرى شجرة المانجو في الحلم فأنها تدل على التيسير في أمور الصفر بإذن الله والشخص حين يرى حبات منجو تالفة فإن رؤيتها لها تدل على مقروه وفال سيء وقد تدل الرؤية أيضا على مرض وضيق حال وعدم الراحة الذي سيصاب به صاحب الرؤية تفسير رؤية المانجو في الحلم للمتزوجة فإن رؤيتها تدل على أنها سوف تكون مع الزوج حياة سعيدة وتدل أيضا على إنهاءات للخلافات وتخطيها والذي يرى عصير المانجو في الحلم ويشربه فإن رؤيته تدل على الذي سيناله من خير ورزق والشخص إذا رأى بأنه يقوم بتقطيع حبات المانجو في الحلم أو بتقشيره فإن رؤيته تدل على سعادته والخير الكثير الذي سوف يأتي إليه وحديثا طيبا أو خبرا يسمعه وأيضا تدل الرؤية على الفرق بإذن الله وزوال الضيق والهم وقال ابن سيرين بأن رؤية المانجو أو المانجة في الحلم تدل على الصرور والسعادة التي تنبعث في النفس لصاحب الرؤية وهي تدل أيضا على البشرة سواء كانت الحامل أو الزوجة أو المهموم من سعادة ورزق وفرحة سينالها صاحب الرؤية والله تعالى هو الأعلم بأمور الغيب وإنه ما من مذاق يفوق مذاق المانجة لأنه منعش ولذيذ فهي من أنواع الفكهة الاستوائية الرائعة اللذيذة التي يكسر الناس على تناولها خلال فصل الصيف تفسير رؤية المانجة بالنسبة للمرأة إذا رأيت في الحلم أنك تتناولين منجو فأنه يعني أنك تستمتعين بواقعا مبنيا على أوهام وإحذري فقدت فيقين يوما على حزنا عميقا عندما تكتشفين أن كل ما كنت تعيشينه وهما وإذا رأيت أنك كنت تشاركين مع زوجك أو حبيبك في صمرة المانجو بالحلم فإن هذا الحلم يعني أن العلاقة بينكم مبنية على قواعد صلبة وإن شعرتي بحلوة المذاق وأنت تتناولين المانجو في الحلم فكوني متفائلة لأن النجاح في الواقع سيكون حليفك تناولك للمانجو مع شخص ما فهو كشف عن رغباتك الجنسية الدفينة التي بين هذا الشخص وبينك وإذا رأيت شجرة ممتلئة بمنجو فهذا بأن حلمك قد يكون كبيرا جدا ولكنك لا تستطيعين تحقيقه في واقعك المانجو بشكل عام في الحلم هي فرحة قادمة ستشرح قلبك وزيادة لك في الرزق بإذن الله أو ربما دلت على قضاء الأمور في يسر وسهولة للرائي التي كان قد يعاني منها وربما دلالة على تفريج للكروب أو للهموم فيدل أكلها خضراء على خير قادم أو على علم وحكمة ورؤية تقشرها تدل على صمعة طيبة منتشرة للرائي ومن أكلها وتلزز بطعمها في الحلم لنطجها فيدل على كمال صحته وشفاءه من الأمراض تفسير المانجو في منام المتزوج والأعزب رؤية الرجل المتزوج للمانجو الطازجة في المنام بشرى بحمل الزوجة والحصول على زرية صالحة من الله عز وجل وفي منام الشاب الأعزب يدل تناول المانجو الطازجة على اقتراب الزواج من فتاة صالحة السمعة والخلق وقريبة من الله فساد المانجو في الحلم لا يحمد رؤيته ويحذر الرجل من خسارة التجارة وعدم القدرة على تجاوز المحن والصعاب شراء كميات كبيرة من المانجو في الحلم مال من مصدر حلال وقدرة على توخي الحذر وتحمل المسئوليات الصعبة الواقعة على عاطكه يرى علماء الأحلام أن المانجو في منام طالب العلم نجاح وتحصيل دراسي مرتفع وأما عن رؤية المانجو في منام المرأة المطلقة فإن هذه الرؤية لها العديد من الدلالات فلو رأت المرأة المطلقة في المنام أنها تقوم بأكل المانجو الناضجة وفي غير موسمها فإن هذه الرؤى من أقصر الرؤى المحمودة حيث تشير إلى حصول صاحبة الرؤية على السعادة التي تجعل من حولها يتعجبون منها وأما لو رأت المرأة المطلقة بأنها تقوم بقطف المانجو من على الشجر فإن هذه الرؤية تدل على الكثير من المكاسب كما أنها إشارة إلى أنها سوف تحصل على كافة حقوقها من زوجها السابق كما أن الله سوف يعودها بالأفضل وإذا رأت المرأة المطلقة أنها تقوم بجمع المانجو أو قطفها من الشجر وهي غير ناضجة وهي خضراء فإن صاحبة الرؤية تدل على أن لها أمنية تتعجل أن تتحقق ولا تستطيع الانتظار من أجل تحقيقها وأما عن رؤية المانجو في منام المرأة الحامل فلو رأت المرأة الحامل في المنام أنها تقوم بأكل المانجو فإن هذه الرؤية تدل على أنها سوف ترزق بالمولود الذي كانت تتمنى كما أن هذه الرؤية تدل على السعادة والخير الذي سوف تحصل عليه في حياتها وأما لو رأت المرأة الحامل في المنام أنها تقوم بقطف المانجو من الشجر وتقوم بإعطاءها لزوجها فإن هذه الرؤية تشير إلى عدد الأبناء حيث أن عدد حبات المانجو الذي سوف تقوم بقطفه وإعطائه لزوجها فإن هذا هو عدد الأبناء الذي سوف تنجبهم في حياتها وأما عن تفسير شراء المانجو للحامل فهي إشارة إلى سماع الأخبار الصهرة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء